صعبة طبعاً ودايماً البدايات في أي بطولة بتبقى مهمة جداً يعني أموتش هيبقى صعبة جداً إن شاء الله نقدر إن شاء الله نقدر نجهاز له بشكل كويس وإحنا برضو لو هنالعب منتخب كيروس ومنتخب نجاريا بس إحنا برضو منتخب مصر يعني لما بتلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك أو أيا كان النادي الكبير اللي انت بتلعب فيه وبتقابل مواجهات صعبة وبتركز على العيب معين انت في العموم انت بتركز على الفرقة بشكل عام يعني فهي ناجيريا كلها منتخب كبير ومنتخب قوي يعني الفرقة اللي موجودة في البطولة ما فيش ماتش سهل يعني حتى لما تعدي ماتش ناجيريا وماتشات اللي بقية سودان غينية ماتشات صعبة ما فيش ماتش سهل بس وكل ماتش عمتاً بطولة كل ماتش بطولة بنركز دايماً في تفاصيل مهينة اللي هي أخطاء من المنافس عايزين دايماً نبقى كويسين ومركزين في حالة فنية عالية جداً نلعب بتشرط منتخب مصر نموت نفسنا عشان خاطر جمهورنا واياً كان من الفرقة اللي بتقابلنا هم 11 أي أنا فهم أصدق بس أياً كان هم فريق كويس جداً بس أياً كان الفريق اللي هيقابلك هو 11 ضد 11 أنت لو حالتك الفنية كويسة والدنيا كويسة معاك ونزل مركز محدش يوفي صادق ناجيريا قوية بس منتخب مصر أكوى هكيد كل ماتش صعبة في البطولة دي بس احنا ناخد كل ماتش بماتش إن شاء الله مستر كروش هيفرجنا على مبارات ناجيريا مبارات السبع ليهم هندرسهم كويس إن شاء الله وربنا يكريم إن شاء الله نطلع بتاتبونت يعني بإذن الله تكون بداية خير علينا ومبوشرة إن شاء الله للبطولة المحاضرات بيجيبوا لنا كل حاجة على المنتخب انت بقى بتشوف الفرود اللي عليك هيلعب إزاي بيتحرك إزاي الهفاف بيلعبوا إزاي فبندرسهم يعني كويس وبتبعت لك علوات سياب الحاجات دي الفيديوات دي بتبعت لها علوات سياب بتتشوفها وتتاجحها كذا مرة وإن شاء الله يعني ربنا يكرم ونفوز بإذن الله ولماتش ده يعني إن شاء الله البداية دايما مهمة يعني البدايات دايما مهمة والبداية جاي لك مع منتخب قوي إن شاء الله نستعد بشكل كويس ونقدر ندرسهم كويس ونقدر نحقق أول ثلاثة بنت لأن مهمين في انتقال يعني في انطلاقة البطولة دي مهمة جدا إنك تحقق أول ثلاثة بنت في المجموعة